ونواصل لحيث أعلن لواء أحمد المسماري المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبي تمكن الاستخبارات العسكرية من القبض على إرهابية مصرية في ترابلس يدعى محمد محمد السيد وهو الإرهابي مساعد هشام عشماوي وتم ترحيله إلى بنغازي لافتا إلى أن الإرهابية المذكور شارك في عمليات إرهابية في مصر نحيي رجال إدارة استخبارات العسكرية الليبية الذين تمكنوا من رصد هذا الإرهابي الخطير في منطقة ترابلس نذهب إلى بطاقة التعريف الإرهابي محمد محمد السيد الكنية محمد السبغتي أبو خالد منير أبو خالد منير قد تكون هنا أجنسية مصري يجبشن ناشنالتي ممكن نقرب عن الترجمة لله من الإرهابيين الخطرين وهو يمثل ذات الخطورة كان عليها الداعشي هشام عشماوي شارك في عمليات تفجير الكنائس القبطية في جمهورية مصر العربية لديه شقيقان مسجنان في مصر في قضايا إرهاب المدعو تحت المتابعة منذ أن تم رصده في منطقة غوط الشعال بطرابلس في شهر سبتمبر في 19 تم القبض عليه من قبل عناصر الاستخبارات في طرابلس وتم ترحيله إلى بنغازي بنجاح